موسيقى مرحبا حلق جديد من اخبار سباح لليوم الاربعة 23 اب الشارع اللبناني بحالة التحام وتضامن كله مع الجيش اللبناني بمعركة فجر الجرود الفنان سعد رمضان بختام مهرجانات كفر نبرخ وغيرها من التقارير المنوعة اما ديوفنا لليوم فهن الإعلامية سنتيا الأسمر مسؤولة مهرجان بعبدة الصيفة لنحكي معها عن فعاليات مهرجان بدورته الثانية ومصطفى نصري شمس الدين لنحكي معه عن الأمسية التكريمية ببلدة جون لوالده الفنان الراحل نصري شمس الدين بمناسبة عيده التسعين وبالتزامن مع أصدار طابع بريدة بالمناسبة هيدا ملخص عن الحلقة اللي بنبدأها مثل العادة باتصال مع مصلحة الأرصاد الجوية مادام مونة عمر العزة على الخط مرحبا أهلا صباح كيف فيك مادام ماشي الحال فدلي بشكل عموبي تأسر صيفي بعضه مسيطر على المناطق الحوض الشرق المتوسط اليوم وبكرة والجمعة رح يكون عنا ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة ولو كان بسيط إنما هو مستمر ابتداء من اليوم نعم خاصة بالبقع والجبال مع ضباب على المرتفعات بالفترة المسائية ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل هيدا أهم شي يعني هو في بداية ارتفاع ابتداء من اليوم نعم الحرارة اليوم على الساحل هتكون بين 24 و 32 على المرتفعات من 17 إلى 27 الأرض من 10 إلى 23 و بالبقع من 19 إلى 33 الريحة أغلب الوقت تجنبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلو متر الرطوبة على الساحل بين 50 و 80 بالمية البحر معطاد لارتفاع الموج وحرارة الموية 30 درجة يعني بهاليومين اللي جايين ولو ارتفاع بسيط بس ارتفاع انا موية ارتفاع صحيح خاصة بالبقع والمرتفعات نعم طيب شكرا لأقليك مدام يعطيك العافية عناوين الصحف مع بيرات كيفك بيرات؟ ميحة وانت جوال دلا نحن رح نعمل جولة هلأ على أبرز مع نورته صحف بيروت جولتنا من الدهاء مع عناوين صحيفة النهار لبنان ينتصر على داعش والجيش يثبت قدرته الحكومة خرجت معافات من جلسة المسائلة والحريري اجاب برد هجومي المدارس الخاصة لوحد بالتصعيد دعم من الدولة او رفع الاقصاط مصير الاسد تسبب بفشل لقاء المعارضات السورية في الرياض نتانياهو يطرح مع بوتين اليوم مسألة العدوانية الايرانية في سوريا متهم في اعتداء برشلونة اكدت تخطيط لهجوم اكبر القوات العراقية بدأت اقتحامة العفر ماتيس دير الزور بعد الرقة وضمن افتتاحية النهار لليوم مقالين الاول بألم رشيد دربيس والعنوين عن التفريط والافراط والمقالة التانية بألم سمير عطلة والعنوين دماء ورمال من صحيفة النهار مننتقل الى صحيفة الحياة واشنطن ترى في استفتاء الاكراد كارثة دفاعات داعش ضعيفة ومسلحوه يتراجعون الى قلب مدينة تلعفر طهران تهدد بمعاودة تخصيب الحرس الثوري يستبعد عمليات مشتركة مع تركيا اسرائيل تحض روسيا على لجم ايران اجتماع الرياض رسم اطار الاتفاق والاختلاف بين فصائل المعارضة السورية تعبئة حوثية للاعتصام ضد علي صالح الرئيس السابق متهم بالتخطيط لحركة شعبية تقدم سريع للجيش اللبناني واقتحام مغاور داعش حصار عناصر التنظيم في رقعة ضيقة من الجرود 500 حاج عبروا منفذ سلوى الازمة تضغط على البنك المركزي القطري وبالعنوين الاخرى ترامب يلوح لطالبان بالعصى والجزرة وبعنوين اخير النساء يقرأنا اكثر من الرجال والروايات في المقدمة رئيس المركز الوطني للكتاب الفرنسي في كتاب مثير نوصل الى عنوين صحيفة المستقبل وبعنوين اليوم الارهابيون بين قتيل وفار بانتظار الضربة القاضية الحريري انجاز الجيش اغلى الانجازات وعملية الجرود اكبر ثقة بالحكومة القوات الايراقية تدخل تلعفر نائب خادم الحرمين يجتمع مع كبار المسؤولين في ادارة ترامب شحنات اسلحة كيميائية من كيم الى الاسد وضمن مقالة المستقبل اليوم بألم خير الله خير الله العنوين تجانس بين الاحتلالات في سوريا منصة موسكو تفشل اجتماع المعارضة السورية وبالصفحات الداخلية الى اليوم فجر الجرود وورود الانتصار دعم الجيش يحتل مواقع التواصل مزارع التفاح في عكار يطالبون بحلول استباقية لتصريف انتاجهم ماتيس يؤكد من اربيل ممانعة واشنطن لتقسيم العراق وختيما باخبار الرياضة مستويات النخبة تعيد بدوري ملتهب نوصل الى عنوين صحيفة الانوار يلي عنوانت اجماع في البرلمان على الاشادة بالجيش والحريري يعلن بدء حملة للقضاء على الفساد النصر النهائي على داعش يعلن بعد معركة العشرين كيلومترا مربعا القوات العراقية تقتحم تلعفر من محورين مليون دولار من جورج وامل كلوني لمحاربة الكراهية اجتماع المعارضة السورية انتهى بتباينات حول دور الاسد وختيما كتب المحلل السياسي لليوم بعد توقيع قانوني السلسلة والضرائب الاسئلة تتراكم للانوار الى اللواء معركة الجرود تدخل مرحلة الحسم وسط اهتمام امريكي واوروبي الحريري يرد بجردة انجازات ويلتقي جنبلات قريبا ومجلس الوزراء في بيت الدين غدا القوات العراقية تدخل تلعفر وماتيس في بغداد منع التقسيم والحد من نفوذ الميليشيات المدعومة من طهران نتانياهو يبحث مع بوتين ترسخ ايران في سوريا يرافقه رئيس الموساد الى لقاء سوتشي اليوم وللعهد السعودي يبحث مع مسؤولين امريكيين السلام المخطط الصهيوني للمسب الاقصى تنفذه النسخ الارهابية 48 عاما على احراق اولى القبلتين وثالث الحرمين وختيما التحالف يكثف غاراته على الرقة ومقتل اكثر من مئة وسبعين مدني في القصف نوصل الى الصحف الاجنبية وبترجمة الى عنوين صحيفة The Daily Star الحريري يشيد بدور الجيش وانتصاره اه عفوا صحيفة البلد بس لانه مطبوعة ممكن بعتذر لكينا منتقل الى عنوين صحيفة البلد وبالعنوين لليوم الجيش يفرض كلمته ومساءلة توفقية للحكومة وبعنوين فن بعيدا عن السياسة عندما ترتقي الموسيقى بالقلوب والارواح الى فوق ومتابع مع عنوين الصحف لكينا بترجمة لعنوين صحيفة The Daily Star الحريري يشيد بدور الجيش وشحنة اسلحة كيموية من كوريا الشمالية الى سوريا من The Daily Star منتابع مع ترجمة لعنوين صحيفة لوريون الجور وبالعنوين الجيش يلقن داعش درسا في الانتصار وبالعنوين الاخرى الحرب في افغانستان والمواجهة مع دونالد ترامب من صحيفة لوريون الجور منتابع مع عنوين صحيفة الشرق وبعنوين اليوم ساحة النجمة مداخلات هادئة ومضبوطة الحريري ردا على النواب ما يحصل في الجرود اكبر ثقة بالحكومة الجيش يحصر داعش في 20 كم مربع الرياض التنسيق السعودي الروسي اختراق حقيقي بغداد لن تعترف بنتائج استفتاء كردستان وبالصفحات الداخلية اجتداد المعارك في عين الحلوي كوريا الشمالية الحرب في اي لحظة شحنات غامدة كوريا شمالية الى سوريا وبعنوين اخير تفاصيل اتفاق الهدنة في الغوطة وضمن رأي الشرق اليوم بألم عون الكعكي العنوين مجنون من صحيفة الشرق ننتقل الى عنوين صحيفة الشرق الاوسط الحوثي يعلن الطوارئ لمواجهة خيانة صالح ميليشيات ايران ستين الف مسلح ودمشق قلبها امريكا تبحث وجودها في العراق بعد داعش ماتيس طلب من برزاني ارجاء الاستفتاء ومعارك داخل تلعفر لبنان عشرين كيلو مترا مربعا تفصل الجيش عن هزيمة داعش ترحيب غربي وانتقاد روسي صيني لستراتيجية ترامب في افغانستان وختيما الحرس الايراني لاعمليات عسكرية مع تركيا من صحيفة الشرق الاوسط منوصل الى صحيفة الجمهورية يلي معها رح نختم جولتنا على صحف بيروت لصباح اليوم جرود القاع تحررت والرأس او شكت والصورة عم شوفة لأهل القاع عن بيرح وهنا عم بيستقبلوا جنود الجيش وهنا رجعين من المعركة مع داعش من بعد تحرير جرود القاع عن بيرح بالعنوين الاخرى بصحيفة الجمهورية المجلس ثقة جامعة بالجيش ودعوات للمحاسبة عقدة الاقصاط تنفجر هل يتحرك الاهالي قبل لحس المبرد القوات العراقية تقتحم أول أحياء تل عفر وبالعنوين الأخرى بصحيفة الجمهورية وتحديدا اليوم بيصنر مع ملحق صحة وغذاء والعنوين الرئيسي في ما المطلوب للاسترخاء بسهولة هيكي مكنوا صلنا لختم جولتنا على صحف بيروت لصباح اليوم رح نتقفل مع فاصل أعلاني ومن بعض جولة على أبرز المواعيد الفنية والثقافية مع جوال تلكم معنا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في قناة موسيقى موسيقى تفزع غنيلك غنية وتقومي تخديها جب وقع الملام عليهم غنيت الوحدي هالأب ستعغل نيلك غنيه وتقومي تغطيها جد وقع الملام عليهم غنيت الوحدي هالأب بكف مشاوير غنانيهم شاوير بكف مشاوير غنانيهم شاوير شمتك بيها القصف اللي تموطع فيك ببداية جولتنا على المحطات التقفية والفنية الفتحية لروح الفنان الكبير نصري شمس الدين وبتفاصيل الخبر عنه برعاية وحضور معالي وزير التربية دكتور غطا صخوري بتدعي بلدية جون ولجنة أحياء تراث نصري شمس الدين بالإضافة لعدد من الجمعيات بالمنطقة إلى المشاركة بمهرجان تكريم الفنان نصري شمس الدين وذلك بالذكرى التسعين لولادته وبالتزامن مع صدور طابع بريدة لأله رح يتم خلال المهرجان إطلاق عدة نقاط أهم إطلاق ست بطاقات بريدية بتحمل صورة نادرة للفنان ورح يحكي الاحتفال الأوركستر الشرقية لبنانية بقيادة المايسترو أندري الحاج وجيل بار جلخ غناءا الموعد السبت 26 الشهر 8 ونص المساء بالبيحة الخارجية لكنيسة سيدة الانتقال بيجون وكمان بنسمع من نصري شمس الدين عيديها صحروني يا أم المصدر الزهر بخبيكي بايوني قلت الله ماري بحط شار وما فيه مني سيني عطيبني بريد وملياني مش عشع متلزيني قلت الله ماري بحط شار وما فيه مني سيني عطيبني بريد وملياني مش عشع متلزيني من ماياته الحلانين اللي بيهن ناس بيصط ديم من ماياته الحلانين اللي بيهن ناس بيصط ديم شرب كه شرب كه شرب حجد حجدiell vinegar كيف��은وني وعدوني عدون بدي أقول أنه نجل الفنان نصري شمس الدين مصطفى رح يكون ضيفنا اليوم بيعطينا كل التفاصيل عن التكريم رح بتابع مع الأخبار وهالشهر رح نشهد على إطلاق كتاب كرتوني جديد للفنان مازن كرباج وهو تذكرات بصرية يومية مثل ما سميه الفنان بيحكي في مازن عن حرب إسرائيل على لبنان بالعام 2006 الكتاب بيحمل عنوان بيروت وونت كراي هالكتاب تم إطلاقه سابقاً باللغة الفرنسية تحت عنوان بيروت جوية أوت دميل سيس وهلأ رح نشهد على نسخته الإنجليزية اليوم الساعة 6 بعد الظهر ببيبر كوب بما نفخايل بأخبارنا أيضاً وللسنة الثالثة على التوالي وتحت عنوان رح تحتضن منطقة معاصر الشوف مهرجان جبلنا يلي رح يشمل فرق دبكة محترفة وأيضاً مسابقة للفرق الغير أو غير المحترفة بالإضافة إلى أنه زوار بدورهم فيهم يتعلموا رأس الدبكة الموعد الأحد 3 أيلول ابتداء نساعة 11 صباحاً بمعاصر الشوف نتابع مع أخبارنا بيدعي مقاتي مربوطة إلى حضور فيلم الوتائق الأول لصحفية لبنانية ساميا بديع ويلي بيحمل عنوان رشيد الفيلم تم عرضه بمهرجان مدريد السينمائي الدولي وبتحكي فيه ساميا عن خالة يلي تم اغتياله مع عائلته من قبل إسرائيل سنة 1982 وموعد عرض الفيلم السبت 26 أه بالساعة 8 ونص المساء بمقاتي مربوطة بالحمرة خالي؟ خالي رشيد برو ماشو الله اسمعنا صوت الانتجار نحن عركب فعلاً مزعر مرعب تتذكرت شو بده إلا للرشاد أعلمت دار هاشات أطوان أن الأديبة اللبنانية ملينة صرارة رح بتكون من بين الأسماء الثقافية المكرمة السنة ويلي رح تمنح أو تمنح الوسام الفخر الرسمي باسم جمهورية ألمانيا يلي بقدموا المعهد الثقافي الألماني سنوياً لشخصيات تميزت بمجال الثقافي ألف مبروك للبنان وألف مبروك للأديبة أميلي نصر الله مدرسي للبنات الإبتدائي وكان صف ثالث إبتدائي هو الصف النهائي وكانت مقابل بيتنا نحن جيران المدرسي فاتفرج على هالولاد بيلعبوا بتتابع بلدية بشري بتنظيم نشاطاتها لها الصيفية وتحت عنوان صيفية بشري أنتم مدعوين للمشاركة بنشاط بعنوان اليابان في بشري بيفتح المجال أمام كل الزوار للتعرف على هالبلد تقليده عاداته زي الرسمة وحتى المأكلات الخاصة فيه والموعد على مدى يومين السبت والأحد 26 و27 أب بمبنى بلدية بشري من الساعة 3 بعد الظهر لغاية الساعة 7 المساء أما السبت 1 أيلول نحن على موعد مع موفي نايت بساحة كنيسة مارجريس ببشرق ابتداء من 5 ونص المساء والأحد 2 أيلول سهرة فنية مع معان زكريا ريتا صالح ودي جي توني سي مهرجينة بكاسين على موعد جديد بتنطلق بأول أيلول واثنين أيلول مع نجوة كرم وراغب علامة وبتستمر النشاطات والرياضات على أنواعها لغاية ويك أند 22-23 أيلول بـ 22 رح نكون على موعد مع جوءة لديسي رفقة بقيادة الأخة مارانا سعد بالإضافة لمحطات فنية رح تتالى باليوماني اللي بعدن مثل فرقة إيام الليرة والفنان نصيف زيتون رح نسمع الفنان راغب علامة هاك ما يكون ختمنا جولتنا ثقافية لليوم خلونا نعرف أكتر عن أحوال طرقات المشغل جوزاف غاوي من غرفة عمليات المشتركة التابعة لهيتي دارة السير معنا على الخط يعطينا كافة التفاصيل عن حركة السير حالياً صباح خير صباح خير كيفك؟ لا تلحق فضل الأسفين هيك نحكي بجولة سريعة وأذا في شيء لافت مدخل الجنوبة حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية مثل ما بين قدامنا باتجاه الكولا من الكولا كمان من جسر الكولا عم بتكمل باتجاه الوسط التجاري حركة سير كثيفة عنا مدخل أشرفية الحكمة باتجاه عنا باتجاه الأشارات عنا حركة سير كثيفة وصلنا حتى برج الغزال عم ترجع تصير حركة ناشطة باتجاه برج المر وصلنا حتى الحمرة عم تكون حركة سير كثيفة نعم بالنسبة للشارع الحمرة حركة سير كتير منيحة معنا يا حركة سير شارل حلو باتجاه الصيفي كمان حركة سير ناشطة إلى طبيعية اليوم معنا كمان ضغط سير الخط البحري متما بين قدامنا البورش علم ريسة وصولا حتى الروشة حركة سير عم تكون كمان طبيعية إلى ناشطة معنا ضغط سير المدخل الشارع متلك اليوم حركة سير عم تكون ناشطة من السيد باتجاه أتصاد رئيس عمي اللحود حتى الكارنتينة وعننا كمان حركة سير طبيعية اليوم من جسر عدية باتجاه أشرفية بالنسبة للمدخل الشمالي حركة سير عم تكون كثيفة من الضبية باتجاه أم تلياس حم تكون حركة سير كمان كثيفة باتجاه نهر الموت بالنسبة للمحاضر السرعة الزادة اللي صدعت عن كوة أمنة داخلة 24 ساعة الماضية تسجل عنا 980 محضر سرعة أما الحوادث تسجلت عنا كمان 24 ساعة الماضية تسجلت من حوادث للأسف عنا 10 جرحة أكيد الاستفسار أكثر عن أي طريق الاتصال على السباتاش عشرين أو متابعتنا عبر السوشل ميديا التويتر أتي أم سي نعم وفيس بوك وغرفة التحق شكرا على وقتك ونتمنى لك انهار حلو فصل علينا ومنرجع صباح الخير بحكمة وخبرة عسكرية كبيرة عم يتقدم الجيش اللبناني صوب النصر وحالات الفرار والهروب من عناصر التنظيم الإرهابي صوب الحدود السورية عكس حجم التشردم والهزيمة لدى داعش نزح الألغام هدف أول قبل المرحلة الحاسمة للانقضاد واستقصال هالجسم السرطاني من حدودنا الشرقية فالجيش اللبناني بمعركته بمثل دولة دات سيادة وعسكر ولاقوا للوطن وحده دون شريك معركة فرج الجرود هي معركة العز والثرداد الكرام الوطنية بعيدا عن مسلسلات النصر الكوميدي والساخرة يلي اشتهر فيها أعلام النظام السوري وحلفائه لا صوت يعلو فوق أمر اليوم ولا بندقية إلا بندقية الجيش اللبناني عبارة عم تتكرر على لسان كل مواطن حر مل من سلاح المحاور والخطاب الطائفي بمعركة فرج الجرود لبنان أولا أما بمعارك الآخرين روزنامة دخلت فيها مصالح الأنظمة والجمهوريات بمعركة الجرود عسكر ما بيتلقى أوامره إلا من قيادته العسكرية لا خلفية عنده إلا تحرير الأرض أما بمعارك الآخرين شعارات وأنشيد مكتوبة بحبر المذهبية ومدموغة بولاية الفقه بين العسكر بالمعركة والشارع اللبناني حكاية وفا وتضامن ودعوات بالنصر تقرير للزميلة بشرة عبيد من تابعه سوى موسيقى موسيقى ما في إلا الجيش الله يحميه الله يحميه ويرد عنه لو ما ما فيه ما فيه لبناني بالبلد أبدا هؤلاء اللي بيدعوا أنه هني عن بقاتلوا مشان الجيش أو مشان البلد هؤلاء الكزابين ونفقين حبيباتي أنا معكم أنا معكم مأهورة عليكم أكتب مع أنتم مأهورين بحية الله الله يحميهم الباقيين ويخليونوا بصحة الأمان الله يقويكم الله يرجعكم خير وسلام إن شاء الله بيكون نصر حليفكم يا رب يا رب يا رب ترجعونا من نصر ونحن عارفين أنه رح ترجعوا منصورين عكل ابن حرام بحل نقلب نعلان لأنه نحن أمات ونسعر معهم لما يجتمع الفخر مع دموع بتتضامن مع أمهات شهداء الجيش اللبناني ما بيخلق هالتضامن من فراغ بل بيخلق من رمزية خاصة بأذهان اللبنانيين هالمؤسسة العسكرية اللي بتجمع حول جميع اللبنانيين دون تفرقة كيف لا وهي المؤسسة اللي بتساند وبتساعد مدنيا قبل المساعدة العسكرية لا تثبت يوم بعد يوم إنه هي السلطة الأولى والأخيرة جيش بطل وعم بيعمل وعم بفرج العالم كله عم بيعمل هذا شيء اللازم يعرفه كل اللبنانيين وإنه عنا جيش هو قادر يقوم معارك ويربح فيه وبكرة يبرهن هالشيء كل ساعة عنده التقدير وهالمرة كان التقدير مية بالمية ويعطانا القوة ويعطانا كل شيء للبلد جيش كل عمره لحاله بيقدر يعمل ما بده حدا أبدا مش هاي المعركة وغير المعركة قادر قادر يا باطلنا عشرنا من قادر يا حارس هاي بتشملنا من العلوان الغادر ما زالك ساهر ما استهلنا عقل البياد نبنعمل بالعين والناس اتراني من جارنا كل حزا وكل ساعة قادر جيش لبناني ينتصر على كل المخاطر وقدر يرجع بسليم إذا الله رادر قادر بس يكون بييده الحكم ويعطوه السلطة بيقدر يعمل البداية الجيش طبعا الجيش اللبناني أعطيه سلاحه ويحيدي من الطريق معروف يا عيانا الجيش اللبناني مقاتل نمبر وان موسيقى بالشارع اللبناني اختلفت طواقفهم وانتمائتهم السياسية ولكن اتفقوا على حب الجيش اللي أثبتت عقيدته نجاحة يوم بعد يوم وانتصار بعد انتصار انه سياج الوطن ليكون الفجر مش بس للجرود بل لكل لبنان انه هني أبطال انشاء الله بينتصروا من الرتيح بقى انشاء الله رح ينتصر بزن الله عندي ساعة كتير كبيرة بالجيش اللبناني ندعي لهم كل يوم بالليل وبنه ميدنا وقلبنا الله ينشروا يا رب نحنا كتير نحب الجيش اللبناني بلا جيش اللبناني ما بنسوا شيء هو الحامل البلد كل القلبي بدعمهم والله يقويهم وما حدا ينتصر عليهم يا رب الله يحميهم شو بد يقول الله يحميهم بس 100% بنانا ننجاح ونحنا ايماننا قوي كتير بجيش اللبناني urut 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 اشتركوا في القناة 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 اختتمت بلدية كفرنبرخ مهرجان الفرح والفن والثقافة مهرجان كفرنبرخ الالفين وسبعة عشر بسنته الثانية هالمهرجان يلي استقطب عدد كبير من اللبنانيين يلي حضروا على مدى أربع ليلي عدد كبير من الفنانين لبنانيين وزيروا المعرض التجاري وسوق الأكل يلي كانوا ضمن فعاليات هالمهرجان الله يلا وح وح مهرجان الفرح قلنا لما سميتوا مهرجان الفرح مش أكتر لنعطي عن جد السعادة والفرح للناس مهرجان كفرنبرخ صارلو تقريبا أربع ليلي وهيه الليلة الخامسة هي مسك الختام مبارح الفنان أمير ياسبك قالنا هيدا مهرجان دولي لأنه سملة كتير عم بيكون ناجح نحنا سكنين هون بكفرنبرخ وكل ليلة منجوه وعن جد هيدا فخر لكفرنبرخ أول سنة هالقد بيكون فيه عالم هالقد كتر وهالقد الجو حلو وكتير خرج عيال بشرف كفرنبرخ وبشرف المنطقة أن تستقبل هاي النور الكبيري بمهرجان أقل شيء الحضور ستة لاف شخص ما صار ضرب تكف ولا صار فيه يزعج هو المهرجان هو اللي بيحيي المنطقة وبعدين بصير فيه ألفة ومحبة يعني المنطقة كلها يطاب تجي وتجتمع اللي ثلاثة ايام بيجي بيحضر المهرجان معهم والله ثلاثة ايام عم تجي تحضر؟ ولا يوم قفت بتعمل حركة اقتصادية بالضيئة بتعمل نشاطات كتير حلوة بيغير جو المهرجان والله أجمل من هايك يعني قضينا خمسة ليالة يعني موسيقى موسيقى بالختام كان لابد من تحية لجيش اللبنان المنتشر على الحدود اللبنانية لمحاربة الإرهاب فكان ختامة مسك مع أغنية الصبوحة تعالوا تتعمر يا دار بصوت الفنان سعد رمضان موسيقى يلا ويك 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 موسيقى 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 هيده كانت أجواءنا السنة الماضية ببعبدة سامر فستيفل لقونا السنة كمان بسوق بعبدة بسهرة مميزة مع مونية خليفة ومتري فلفلة وفرقة الجولدن ايج سامي كلار هيده إذن أجواء بعبدة بمهرجانها السنة الماضية ولنا عارف أكتر تفاصيل عن الدورة الثانية من رحب الإعلمية سينتيا الأسمر أهلا وسهلا فيك سينتيا حضرتك مسؤولة مهرجان بعبدة سيفة والتنظيم كله وقعك تافيك موسيقى موسيقى كيفك أول شيء كيف التحضيرات موسيقى 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 قديش تجربة سنت الماضي سينتيا بس كمان هيك عطيتكم كتير دعم ترجعته هلأ كمان مكفيين ومنطلئين بقوة ببنامش كمان هلأ منحكي التفاصيله أكيد يعني بتعرف سنت الماضي بلدية طبع عبدالويزة كانت بلدية جديدة حبينا أنه نبلش بمهرجين كبير يعني من ضمن النشاطات السيحية والفنية نعمل مهرجين بصراية بعبدال قبل كان يصير بعض النشاطات من قبل بلدية أو جمعيات حجولة يمكن أقل شوي إنما حبينا هيك نبلش بزخم وكان عنا الموسيقار الراحل ملحم بركات دعانه يعني كان ختام مهرجينيته يعني كان بعد عنده حفلة واحدة من بعدنا كانت من أجمل حفلة بأرطبة مضموط بعدها بأسبوع على الأد كان دجا شوي بلاش يتعب بقى كانت من أجمل حفلة وكانت إكسperience جيدة حلوة حبينا أنه نكررها كان عنا كمانا صهرة السوق الموسيقية اللي شفنا منها بعض اللقاطات كيف كانت أجواء سنت الماضي فحبينا نعيد الكرة أنه كان شي كتير حلو أكتر من ثلاث أربع طريف شخص يجوا زاروا بعبدة هذا الشي اللي ما كان يصير بها الكمية الناس رجعوا فيتوا بعبدة وتمشوا بأسواقها وفيتوا على السرايا وشافوا معالمها حبينا نعود الناس أنه سنة عن سنين الجاي يصير هيدا تقليد السنوي يمكن الناس عندها فكرة كمان أنه بعبدة منطقة أمنية رسمية رسمية ممنع في أنه هالناحية الأسواق الأديمة ويمكن المهرجين أكيد بيسلط الضوء عليها خلينا ناخد فكرة عن أمسية الموسيقى الملحم بركيات سنة الماضي على بابي واقف قماري واحد بالسماء والتاني أغلمني العين بيفهم بالوماء على بابي واقف قماري واحد بالسماء تاني أغلمني العين بيفهم بالسماء لآخر نفس عن جد لآخر نفس بقي ملحم بركات قوة ذاته يعني من دون ولا ندف التقصير منظبتين معه تعرفه هو مميز بهضامته على المسرح بنكته بأفشيته وحتى حكي على رئيس الجمهورية بوقتين شهرت هالحفلة يمكن بالكلام يلي قاله أكتر من الغناء يلي غنمه ورغم هو وضعه الصحي كان صعب يمكن لأنه من آخر الحفلات يلي قدامه كمان بتضلع الآن بالذكرى نحن السنة أخدنا فكرة عن 25 شهر يلي هو رح يكون محطة تراثية ببعبدة بمحطاتها إن كان ستاندات يلي موجودة بالسوق وإن كان كمان الأمسية الفنية يلي رح تستقبل كمان الـ Golden Age صح يعني حبينا السنة يكون عندنا مثل الـ Oldies night إذا بديك يعني السوق القديم نعمله شوية ديكار إلو علاقة بهك بالأش بطاولات حلوة ومهضومة الـ Golden Age سامي كلارك عبدو منذر والأمير الصغير رح يكونوا موجودين معنا ببداية الحفلة رح نبلش على ساعة 8 الفنان متري في الفلة رح يجي هيك يغني شوية فرنساوي مبلشه العالم الـ Oldies كمانا الـ Oldies وبعدين الفنان مرير خليفة كمانا شاب بيغني كتير حلو بيعمل أجواء حتى العالم كمان تبليش تتجمع الدخول المجاني أكيد وفيه ستندات أكلية رح يكون كل المحلات اللي بيسوق رح بتكون فاتحة بالإضافة أن احنا جايبين ستندات زيادة يعني مطارح للشرب الشيء مش موجودة عادة بالمحلات اللي بيسوق كمان احنا استحدثناها وعملنا لهم ستندات حتى يكونوا مشاركين هيك بتكون سهرة نفرت أكتر من 1500 شخص السنة الماضية بزرف يمكن 3-4 ساعات خلال السهرة وخلال الليلة بقى من توقع السنة أكتر نفسي نفسي فيه مواقف ما منحوا للسوق فيه سبع مواقف تقريبا أقرابين إذا واحد بيصف بالباركينج بينزل ماشي بيكون كله مسهل شباب والصبايا يمكن عم بيدلوا الجميع أكيد أكيد عنا الدرك نحنا مثل ما قلت نحنا منطقة أمنية يعني في عنا الدرك عنا الجيش عنا شرطة البلدية وحراس البلدية يلي هني كمان بشكل أساسي عم نعمل معهم اجتماعات دورية حتى يقدروا ينظموا السير يسكروا من مطرح يفتحوا من مطرح يعملوا خطة للسير بشكل تكون منظمة ما حدا يتضيق اللي حابب حتى نهار السابت يعت السيارة والفالي باركينج بيقدر يلي معه شوفار بيروح بالصف وبيرجع بياخده يلي حاب بيوصل الماشي يلي مسهل يعني التنزيم موجود خلينا نحكي شوي بسهرة نهار السابت اللي هو الافتتاح الرسمي يعني مبارح أو السنة الماضية افتتحته مع الفنان ملحم بركات بقى ما حبيته كمان انه يغيب السنة بلمحة تكريمية حابنا نفتتح سهرة الفنان غسان صليبة اللي هي نهار السابت بـ 26 أب الساعة 9 رح تكون تلحية لملحم بركات يعني مثل ما قلت ما حبينا السنة انه يكون غيب ملحم بركات عن مسرح بعبدة وبلديتنا فلهذا السبب حبينا يكون موجود بتكريم صغير بلفتة صغيرة شاعر نزار فرنسيس رح يكون موجود كمان رح يلق بعض الأصايد يخبرنا عن تجربته معه بتعرفي رفيق الدرب يعني قديش لحنوا سوا وكتبوا سوا وترفقوا على الدرب سوا كيف في أخبار غريبة بخبروك إياها كل مرة بخبروك خبرية جديدة عن ولادة غنية يعني كيف خلق تغنية انتوا سكرانين مثلا بيكون ركاك حالات بيوقفوا بشي مثلا خبر قصة ما في ورد بيطلب ما كيف طلعت معه كمان حلوة كتير يعني عنده نصص مشتركة كنت عم بحضر من يومين الراح الملحم بركاتهوة بمقابلة عم بيخبر كيف طلعت غنية على بابي واقف أمارين بسوريا يعني كمان جد كتير غريبة عنده عنده خبار فهلأ أكيد شاعر نزار فرنسيس كمان رح يخبرنا كام شغلة ورح يكون موجود في عائلته رح يكون موجودين مفروض زوجته وابنته وابنه وعد بدون يستلموا تروفي رح يكون مثل سوفنيير هي أرزة البلدية رح يكون سوفنيير بيضال معون ذكرها ابن بعبدة هلا نهار وبعدين غسان صليبة أكيد رح يكون موجود معنا وهذا الشي رح يكون كتير منظم فيه رسميين بس إنما فيه بطاقات خلينا نقول نهار السابت لياللي بدو يحضر منو باية يعني مش ما تروى كمان مجانة بس هو تروى بطاقات لأنه لتنزيم لتنزيم يكون مدروس نهار الأحد حتى ما نطول كتير أحد سبعة وعشرين أبي بيحد سرايب عبدالأسري كمان نفس المطرح ثمانة ونص بتبلج باسكال ساور الفنانة باسكال ساور ما في بطاقات العالم بتفوت مباشرة كمان رح يكون فيه تنزيم مثل قبل بليلة بس اللي بيوصل قبل بيقعد قبل من بعد الفرسان الأربعة كمان بيعملوا جو كتير حلو حس كتير وطنية رح بتكون هالله وطنية ولبنانية بامتيازة حتى مع الفرسان صاليبا بتخيل أغاني وطنية طبعا في بعض الأغاني الوطنية ضرورة تكون موجودة ومثل ما قالنا لدخول مجين رح يكون نهار الأحد فيك يوسكي تأكل وشرب وهيك حتى نعملها شوي أكتر هيك كفرانية خلينا نقول أنه الفرسان الأربعة رح بيكونوا موجودين سنة بمهرجان أرتبة بتحيي لملحم بركات مظبوط مع نسوذة خلينا نسمع الفرسان الأربعة شوي شوي عسكت بيموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا ما سيطو شوي شوي عسكت بيموت يا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك تارك عذابك يقسرني وما بيرحم قلبك يا حبيبي حبك حيرني يعني بعبدة رح تفرجينا هالويك أنت صورة مختلفة عن الصورة الأمنية مظبوطين بالمينة طيب نحن الأصل الجمهوري وزارة الدفاع الدوارة الرسمية التربية الميلية يعني حابينا نغير شوي نحب يروح نغير كله ما كنت أكتر أصل العدل في كتير فإذا نحن نذكر كل الناس أنه مدعوين على مهرجين مجانة بـ 25-26 و27 شهر ببعبدة بدورته التانية اللي عم بيقدر من خلاله يثبت حاله أكتر وأكتر أكيد بشكر البلدية طب عبدة الويزة أكيد اللي أنا عضو بقلب البلدية وكل أشخاص اللي ساهموا وشاركوا وساعدونا بالتنظيم والتحضير وأكيد رئيس البلدية بمباركته أطوان الحلو نحن نتوقف مع بريكا علينا ونرجع نتابع أخبار الصباح اشتركوا في القناة يا مارك من هاك الحي صوبنا بعجاي عمهلك لاتفل المأي في طرب الأناي يا مارك من هاك الحي صوبنا بعجاي عمهلك لاتفل الحي في طرب الأناي في حلو عشاني خطاي بالنوم محباي بين الشمس وبين بمناسبة عيد ميلاد الفنان نصري شمس الدين التسعين بلدة جون رح تحتفل على طريقة نهار السبب 26 الشهر وانا يخد كل التفاصيل منستقبل نجلو مصطفى صبح الخير صبح النور كيفك؟ صبح خير نحنا مناح واصل من جون هلأ ايه كيف كان المشوار وكيف التحضيرات بجون لنهار السبب التحضيرات عظيمة ونحن طبعا هالشي يعني أول مرة بتحصل بجون بالنسبة لتكريمه وبضاعته والكل الحمدلله انه شارك بهالعمل لانجاحه ولو كنه يعني اجا شوي بطيء بس حبينا انه نعمله السنة بطيء بس بقيمته هو بقيمته صراحة بس بقيمته بالمناسبة كمان احنا عم نحتفل بذكرى التسعين لولادته بالتزامن مع صدور طابع بريدي لقيله اطلاق بطاقات بريدية فيها صور نادرة وحكايات نادرة لقيله يعني رغم انه هو ذكرى ميلاده كان الشهر الماضي ايه هو ب27 مش هالشهر ايوة لكن نحن حولنا انه يعني نسبق العمل ونعمله السنة هايدي ما يمضى عليه اكتر من هالوقت ليش تأخرت جون بالتكريم؟ مش تأخرت بالتكريم بس يعني كان الوضع مش كتير مناسب انه ينعمل بس هلأ الحمدلله يعني هلأ على الاد على الاد وكل يمكن في كتار بيجون من الاهالي يعني عم بيعرفوا أولادهم على نصري وعلى أعماله وعم بتلاقي بكل بيت في نصري اوكي ايه 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 مش بس بيجون بكل لبنان في بكل بيت نصري فيه متحف بالضيعة فيه اشياء بتخلي يمكن هالجيل الجديد يتعرف عليه أكتر يحس حاله هو قريب منه ايه طبعا نحن عملنا هلأ بالبيت عنا ببيته يعني عملنا مثل كل الغراض وكل الأرشيف طبعه وضبينه بهذا يعني أي حدا بحب يطلع يتفرج على كل شيء كان يملكه نصري نعم حتى من التياب حتى من كل شيء بالبيت بقل بالبيت بقل بالبيت عملنا نعم اوكي بس خلينا نقول انه كمان في لجنة احياء تراث نصري شمس الدينة اللي عم بتحافز كمان على تراث نصري لما نقول تراث شو يعني نعم نحن على احياء تراث يعني دايما باستمرار لازم ينعمل كل سنة تقريبا بكل منطقة بلبنان في اشياء يعني مثل مهرجين صغير او احتفالوا في للمحافظة على هيدا التراث الوطنية نعم خلينا نسمع بنرجع متابع حديثنا بيها الكارت رح منشوف مجموعة من البطاقات البريدية لكن هيدا الكارت بيجي اوكي بهيدا الكارت نحن نشوف مجموعة من البطاقات البريدية كم بطاقة تقريبا هو في نحن بكل بكل بطاقة اعطين خمس صور مختلفة لشخصيات نصري هون عم نشوف قديش كان شغفه الصيد ايه ولا كد من ادراج هيك صورة طبعا ما فينا ما نحطه هلقات كانت هويته هم نقول شخصيات نصري شي يعني شخصياته بالمسرحيات شخصياته بالمسرحيات وشخصياته العادية وشخصيات اللي لعبها بحياتي تقريبا صح عم نشوف ومش كلهم مثل بعضنا على فكرة فيه مختلف يعني فيه كاراكترات فيه كاراكترات كتير متعددة هاي الصورة شو شو قصتها هايدي صورة بس بالبيت هايدي التاخلي نحن حبينا نشوف نصري بشخصياته العادية كيف كان نصري بالبيت؟ كان مهضوم لذيذ حلوي لقاعد معه بعدين سلس يعني تاخدي وتعطي معه بكل سهولي كان كتير ريق كان فيه نكتة وكان فيه عطول هضامي بأي شي عم بيعملوا وبتحسي انه بزدت شغلي هيك كتير مهضومة هلا استاذ مصطفى لما قرينا بالوسائل الإعلامية كتير صار فيه ما بعرف قديش منه صحيح قديش لقه خبرية عن إطلاق أغاني جديدة لقله كانت من بثت سابقا وهي بحوذة الإزاعة المصرية فيه بإزاعة سكندرية قديش هالشي مزبوط هلا مش كتير نحنا ما منعرف قديش العدد لكن أنا بتطلع بيدفاتر نصري وكان يكتب هو على كل غنية وين تسجلت بأي مطرح وأي سنة تسجلت بأي إزاعة أو بأي سنة بأي إزاعة يعني عنده بإزاعة سكندرية بإزاعة القاهرة بإردن بإزاعة سوريا وبإزاعة سورية بسوريا كمان وكان عنده يعني هو كان بالنسبة للقاهرة وبالنسبة لسوريا كان عنده قوطة سنوية يعني في أغاني هي من حق الإزاعات يا أما السورية يا أما المصرية نحنا بعد ما منعرفها صحيح هيدا الشي موجود مية بالمية طبعا تسعوا للحصول عليها نحنا عم تسعى كتير للحصول على هيد الأغاني قديش هالشي سهل برأيك والله إيجانا شوي يعني مش كتير اتصلنا وإيجانا شوي أوكي بس مش كافي يعني حتى بيقلولك إنه بعد فيك بس ما فينا إزاعة إلا إذا بد يجي حدا لعنا ونقعد نحن وإياه الناس لأنه هيدا أرشيف كتير قديم ويمكن بده تقنيات معينة خاصة يمكن تقنيات التجير وبدي يرجع بده تنظيف وتزبيط هو يمكن مجرد ما تحصلوا عليهم وتحصلوا على حقوقهم ساعتا بيبلش الشغل على تنظيف الصوت صحيح بس قدي هين إنه تحصلوا عليهم منا هيني لا منا هيني يعني أنا بتفجأت إنه حتى بالسودان بي مسجل أغاني أف هيداكي الأيام يعني خلينا بس قبل ما يدهمنا رجح بيكون فيه كلمة لرئيس اتحاد بلدية إقليم الخروب الجنوبي كلمة لمعالي وزير الثقاف الدكتور غطة صخوري أستاذ جورج مخول أنا معم سميون لأنه معالي الوزير غطة صخوري نعم وممكن كلمة لأستاذ نيب محمد الحجار نعم وفيه إطلاق ميدالية نصري شمس الدين المحفورة والمذهبة تكريما لعائلته صحيح هيدا الميدالية هي عملت وتتوزع على بعض الشخصيات الموجودين اي عم نشوفها للميدالية بس سريعا الطابع امتى بيصير قيد التداول نحنا تتوقع عليه من قبل معالي الوزير زياد جراح وإن شاء الله قريبا بجلسات مجلس الوزراء يلي عم تداول ورا بعضها بيتم التوقيع عليه اوكي ختاما خلينا نقول أنه الحفلة الغنائية رح بتكون مع الأوركستر الشايقالي البنانية بقيادة مايستر واندريل حاج والغناء لجيل بيرجالك من حيون اثنين اكيد وفي عنا فرقة الدبكة فرقة الصباح يلي هي من بالنبطية يلي هي كمان رح تحية كم ندبكة لنصري شمسي نعم مصطفى مصطفى تفضل مصطفى نصري شمسي شكرا لحضورك شكرا لألكم أنا كتير شكرا لألكم أهلا وسهلا فيك ويعطيكم ألف عافية وممنون كتير شكرا 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 معك رح نختم حلقتنا والختام رح بيكون التأرير الرياضي بكرة حلقة جديدة بتمام ساعة سبعة ونص من أخبار سباح كنوا على الموعد البطل الدولي والعالمي عيسى الكرمبي كان عم يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة نيويورك الأمريكية وهذه البطولة تؤهل المشاركة في بطولة مستر أوليمبيا شكرا نائب الرئيس محمد أمين عليوان والبطل الدولي عيسى كرمبي جهود رئيس الاتحاد اللبناني لكمال الأجسام الحاجة حسنين مقلد على دعمه للإنجاز اللبناني الجديد الذي تابعه مباشرة من بيروت شكر الحضور كلهم كل شخص وكبدي على الفيسبوك بهذه البطولة الحمد لله هذه البطولة تصنفت من بطولة العالم عملت التات وهو كان لدينا إن شاء الله عمل الأول ولكن الحمد لله نصيبنا هيك والحمد لله الأفضل من هيك أني أهلت لمستر أوليمبيا ومستر أوليمبيا إن شاء الله بحقبة إنجازات كثير حلوة للبنان وهذا فخر لنا وفخر لكل اللبنانيين يعني أنا بتشكر خيي وحبيبي وصديقي وعزيزي اللي كان بكل لحظة معي مواكبني إن كان بلبنان أو إن كان ببرة عم بيواكبني بكل لحظة بخطواتي وبالبطولة على الإنجاز لعملتوا بتشكروا وبقول له الله يخلينا إياك يا حاج ويخليك فوق رأس الاتحاد أنت خيي وحبيبي الله يعزه البطل عيسى كرنبي بطل كبير رئيسنا لتجمع رياضي نحن وياب الاتحاد واحد شخص واحد عم نشتغل بمجهود فردة مرفع عسم لبنان سنويا عم نشارك بأهم البطولات وبطل عيسى كرنبي يجب نحن نهتم فيه كدولة لبنانية بطل عم بيحارب أبطال العالم بمجهود فردة بطل كبير إن شاء الله نحن وياب طلعين سواء عم السلومبية وإن شاء الله لمزيد من التنسلات كل شخص إجا عهيدا المطار وشرفنا يعني لحتى بيستقبالنا يعني بشكروا بشكرتهم كلكم كتير والمستقبل والشيخ سعد الحريري دولة الرئيس الله يبارك فيه وتهونا بعمره وأنا إن شاء الله إن شاء الله بالمصيرة اللي جاي إن شاء الله حنحق الإنجازات اللي هي الأفضل من هك هقدم الكاس إن شاء الله بإسمي وإسم لبنان لدولة الرئيس الشيخ صعد الدين الرسول الحريري ابن الشهيد رفايل حريري ندي تجمع رياضي ندي تريق جديدة عم بخرج لأبطال أبطال إن شاء الله كلنا نحن موجودين بخدمة طيار المستقبل خدمة الشيخ صعد الحريري نجح ساري زحلين في شق طريقه إلى منصة التتويج بعد ما استحق عن جدار لقب ملك الدريفت في لبنان لعام 2017 وقيمت مسابقة ريد بول كار بارك دريفت في أجواء موثيرة ومشحونة بالسرعة والقوة والحماز تحت إشراف صورة الدريفت عبدو فقالي واستمتع نحو 10,000 متفرج باستعراض مواهب 20 دريفترز من الذين تأهلوا في حين استطاع ساري زحلين إقنع لجنة الحكم بقدراته المميزة وحصل على 357 نقطة ضاق موقف وردت في كفردبيان بالمشجعين الذين أتوا ليشهدوا عروض غير مسبوقة في الإنجراء في بيئة سليمة مستوى ثابت في مختلف مراحل البطولة وهذا أدم المتسابق زحلين اللي عميقود سيارة بي أم دابليو وقد أشرف على تقييم المتسابقين لجنة تحكيم من أربع خبراء في عالم السيارات ورياضته وتألفت من التلفزيون مصطفى فخري بطل الرالي لبناني جون بير ناصرلا ومقدم برنامج وعضو نادي السيارات والسياحة في لبنان اللي غانم بالإضافة لرياضي ريد بول في الدريفتينج أحمد دحان وقد اعتمدت اللجنة على معيار أساسي وهو مهارات الدريفتينج بالإضافة إلى عدة معايير أخرى مثل صوت المحرك وكثيف الدخان الإطارات وهيتاف الجمهور وشكل وتصميم السيارة وكين عبد الفغالي قال أقيمة هذه المسابقة في أعلى نقطة في تاريخها على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر ولا يمكن أن ننكر أنها كانت منافسة صعبة للسائقين لسوء الحظ رأينا عدد من المتنافسين يواجهون مشاكل ميكانيكية في حين أنه آخرين كافحوا لاجتياز البوابات وإصابة الطابة ولكن هذا هو جزء من المنافسة وأعتقد بشير إلى أنه شاهدنا سلسة من العروض المدهشة وقد استحق ساري الفوز عن جدارة الحدث أقيم بالتعاون مع بلدية كفرديبيان ومازارسكي ريزورت والشراكة مع فالكون تايرز شوب أند شيب وتوتال وبليستيشن فور ساري زحلان مدينة علي أنا كتير فخور اليوم أني حقا أطلع بكينغوف دريفت عن لبنان وهذا فخر كتير كبير إلي أني أطلع في مسي البلدي بالكويت وهذا حلم كتير حلو حياته هي أول مرة لفوز بالكينغوف دريفت بل يتشكر كل الأشخاص اللي ساعدوني الكينغوف دريفت ساري زحلان بلدية كفردي في السلطين وطبا باش ساري لفين كله بلدية كفردي خبروك المرتب الأولى أنت كينغوف دريفت في السلطين 2015 وطبا بلدية كفردي اشترك في القناة سليس EST ب